موعد المواجهة الأولى مع منتخب ليبيا اللي مفترض إن شاء الله المباراة هتتلعب في ملعب ساد الجيش ببرج العرب وبعدها على طول بتلات يام هتسافر طبعا مباشرة بعد المباراة عشان بعد تلات يام هيكون معاد المواجهة التانية في ليبيا في مبارتين في منتهى الأهمية نتمنى إن شاء الله أنه لحد الأدنى لازم نعطل ليبيا لازم تعطل ليبيا وتعطلها بحد أدنى أنك إنت تأخذ من ليبيا أربع نقاط لأنه كمان محدش عارف السنوريهات أنا الحقيقة مش عارف منتخبات أنجولا والجابون كويسين ولا إحنا اللي خلناهم كويسين يعني الشكل اللي ظهر عليه منتخب أنجولا وهو بيلعبنا هنا على أرضنا وعلى ملعبنا في القاهرة يخليني مش متطمن قوي لمواجهة المباراة العودة في أنجولا وحتى المنتخب الجابوني اللي ظهر بشكل قوي جدا قدام المنتخب المصري اللي ما كان شوف حالته بالتأكيد في مباراة الزهاب في الجابون يخليني برضو أقل من مطش العودة هنا حتى لو كان في القاهرة وبالتالي أنت لازم تعطل ليبيا أربع نقاط هو الحد الأدنى لأنه ثلاث نقاط وتلاث نقاط يعني لو أنت خدت منهم ثلاث نقاط في مباراة هنا برج العرب وهم خدوا منك ثلاث نقاط هناك صعبوا جدا 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 السيناريو عليك في تصفيات المجموعة طيب نروح للجهاز الفني لمنتخب المصري اللي طبعا أرسل النهاردة كان المعادل الأخير لإرسال القوائم هو واحد أكتوبر فيما يتعلق بقوائم المنتخبات اللي هتشارك فيه بطولة العرب أو كاس العرب القايمة الأولية ضمت 35 لعيب دي قايمة أولية طبعا قبل ما نبعث القايمة النهائية لكن ضمت 35 لعب زي ما قلت لكم رجع فيها شريف وقفشه مرة تانية وضمت عليها بعض الأسماء الحقيقة برضو اللي خلينا نتفق أنها قدمت موسم أكتر من راع يعني أحمد رفعت من المصر الحقيقة واحد من اللعيبة المميازة جدا في 3-4 أسماء كده الجمهور بيتسائل هي ليه اللعيبة دي مش موجودة أو مش واخد فرصتها دوليا يعني كان منهم أحمد سمير طبعا نجم طلاق الجيش واللي اتاخد في المنتخب لكن تم استبعاده في واحد من القرارات الغريبة كان منهم محمد إبراهيم الحقيقة لعب سيراميكا اللي بقى له أكتر من موسم بيقدم مستوى كويس جدا جدا حقيقة بشوف واحد من أكتر اللعيبة اللي قدمت أولا محافظة على مستواها في الفترة الأخيرة وعنده القدرة أن يقدم حلول أنا شايف أنه المنتخب مفتقد اللعيبة اللي عندها الحل الفردي ده باستثناء يمكن صلاح شوية طبعا يعني بس صلاح كان غايب كان حاضر غايب في المواجهة الأخيرة انت هتلعب في كاس العرب ده مع لبنان مباراة المباراة الأولى هتكون في مواجهة منتخب لبنان ودي هتكون يوم واحد ديسمبر وبعد كده هتعملها بالتدريج تبتدي مع لبنان وبعد كده تروح للسودان يوم أربعة ديسمبر ووصولها لمواجهة المنتخب الجزائري القوي طبعا في يوم سبعة ديسمبر واحد ديسمبر لبنان أربعة ديسمبر السودان سبعة ديسمبر الجزائر وزي ما قلتلكم شوية المطشاط بتاعة البطولة دي هتتلعب من غير المحترفين هتتلعب بالمحالين فقط يمكن المحترف الوحيد اللي هيكون مشارك يعني لو كان جاهز إن شاء الله في الفترة دي هيكون أحمد حجازي لأنه طبعا أحمد بيلعب في اتحاد جدة والدوري السعودي هتوقف بحكم مشاركة المنتخب السعودي في البطولة وبالتالي أحمد حجازي ممكن يكون المحترف الوحيد اللي هيشارك معنا في كاس العرب طيب أنا قلتلكم قصة الدوري خلاص فخلاص مش هنقف بقى مع موضوعها مرة تانية كده الدوري خلاص